موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط وأهلا بكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية موضوع درسنا لهذا اليوم أبواب الفعل الثلاثي أذكركم أعزائي الطلبة بأننا في الدرس السابق قد تعلمنا أن الميزان الصرفي هو المقياس الدقيق لوزن الكلمة العربية وموضوعنا لهذا اليوم أبواب الفعل الثلاثي على صلة بالأوزان أيضا ذلك لأن أبواب الفعل أوزانه أوزانه التي ورد عليها في اللغة العربية فلو أخذنا مثلا الفعل الماضي كتب فإن وزنه على فعل والمضارع منه يكتب على وزن يفعل وعند الجمع بين الصيغتين الصيغتين الماضية والمضارعة فإن الوزن يكون فعل يفعل لاحظ عزيزي الطالب أن الحرف الثاني من الفعل الماضي كتب وهو التاء تجده مفتوحا ولاحظه في المضارع تجده مضموما أي مفتوح الحرف الثاني في الماضي مضموم الحرف الثاني في المضارع وهذا الوزن فعل يفعل هو باب من أبواب الفعل الثلاثي في اللغة العربية وإلى هذا الباب تعود أكثر أفعال اللغة أما الفعل المجرد الفعل المجرد هو الفعل العربي الذي تكون أحرفه أصلية مثل نصر نصر فعل ثلاثي متكون من ثلاثة أحرف ليس من بينها حرف زائد وقد يكون هذا الفعل مزيدا إذا قلنا استنصر هذا فعل مكون من ستة أحرف ثلاثة منها أصلية وهي النون والصاد والراء وثلاثة منها زائدة وهي الهمزة والسين والتاء وهناك أفعال رباعية هناك أفعال رباعية مجردة مثل بعثر ودحرج أعزائي الطلب أن للفعل الثلاثي المجرد في اللغة العربية ستة أبواب مشهورة ومرتبة بحسب عدد أفعالها والباب الأول أكثرها أفعالا وقد تتساءلون أعزائي الطلب فتقولون كيف لنا أن نرد كل فعل إلى بابه في اللغة فأقول لكم أن هذا الأمر مرهون بالسماع أولا وبمتابعة المعجمات العربية ثانيا فهي كفيلة برد كل فعل إلى بابه بالشكل الصحيح قلنا أن الفعل الثلاثي له ستة أبواب مرتبة بحسب عدد أفعال كل باب الباب الأول أكثرها أفعالا نبدأ بهذا الباب الباب الأول ويقال له باب نصر ينصر ويكون الفعل فيه مفتوح الحرف الثاني في الماضي مضموم الحرف الثاني في المضارع أمثلة نظر ينظر هرب يهرب لحظ حركات الأفعال حركة الفتح على الحرف الثاني من الفعل الماضي وحركة الضم على الحرف الثاني من الفعل المضارع نكمل الأفعال رسم يرسم صدق يصدق هرب يهرب نقل ينقل طرد يطرد نبت ينبت نشر ينشر شكر يشكر حكما يحكم خرج يخرج ظن يظن وأمر يأمر ملاحظة إذا كان الحرف الثاني أو الثالث في الماضي ألفا أصله في المضارع كان الفعل من الباب الأول مثل قام قام يقوم قام يقوم وصام يصوم دنى يدنو كان يكون لاحظ لاحظ عزيزي الطالب الفعل قام يقوم ثانيا الباب الثاني ويقال له باب ضرب يضرب ويكون الحرف الثاني فيه مفتوحا في الماضي مكسورا في المضارع ومن أمثلة هذا الباب كسر يكسر لاحظ حركة الحرف الثاني السين هي الفتح في الماضي وحركة السين الكسر في المضارع نكمل الأفعال الأخرى صرف يصرف هدم يهدم جلس يجلس حبس يحبس نزل ينزل عذر يعذر سبق يسبق عرف يعرف غمز يغمز أسر يأسر رق يرق رن يرن وعد يعد وجد يجد غفر يغفر وصف يصف ولد يلد وورد يرد هناك ملاحظة أيضا تخص الباب الثاني إذا كان الحرف الثاني والثالث ألفا في الماضي من أصلياء في المضارع كان الفعل من الباب الثاني مثل ما ل يميل هنا الحرف الثاني ألف هي في المضارع ياء وسار يسير أيضا الحرف الثاني ألف وفي المضارع ياء تظهر سار يسير وهدى يهدي ثالثا الباب الثالث ويقال له باب فتح يفتح ويكون الفعل الثلاثي فيه مفتوح الحرف الثاني في الماضي والمضارع ومن أمثلة هذا الباب شرح يشرح مدح يمدح دفع يدفع بدأ يبدأ وضع يضع زرع يزرع ذهب يذهب شغل يشغل نهض ينهض منع يمنع سأ 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 يسأل يسأل قرأ يقرأ وصطع يصطع وهذه ملاحظة أخرى تخص الباب الثالث إذا كان الحرف الثاني والثالث في الماضي أو المضارع ألفاً ألفاً كان الفعل من الباب الثالث أمثلة سأ سأ يسأ نه ينه ورأ يرأ رابعاً الباب الرابع ويقال له باب فرح يفرح ويكون الحرف الثاني من الفعل الثلاثي فيه مكسوراً في الماضي مفتوحاً في المضارع من أمثلة هذا الباب ضحك يضحك لاحظ الكسر تحت الحرف الثاني في صيغة الماضي والفتح فوق الحرف الثاني من الفعل المضارع ضحك يضحك ومثلها سلم يسلم سمع يسمع ندم يندم زهد يزهد نهل ينهل عشق يعشق غضب يغضب رغب يرغب خضر يخضر مريض يمرض قبيل يقبل شهد يشهد حمد يحمد طرب يطرب شرب يشرب حزن يحزن علم يعلم وبرح يبرح ملاحظة؟ إذا كان الحرف الثالث في الماضي ياءن أصلها ألف في المضارع كان الفعل من الباب الرابع مثل هوي هوي يهوى لقي يلقى روي يروى خامسا الباب الخامس ويقال له باب كرم يكرم ويكون الحرف الثاني من الفعل الثلاثي فيه مضموما في الماضي وفي المضارع أمثلة هذا الباب حدوب يحدوب هذا فعل يدل على عيب قرب يقرب كمل يكمل شرف يشرف حسن يحسن عظم يعظم بعد يبعد حلوم يحلم كثور يكثر سهل يسهل صعب يصعب فصح يفصح بلغ يبلغ سفه يسفه نبه ينبه بأس يبأس بصر يبصر ملاحظة ملاحظة الأفعال التي تعود إلى هذا الباب أعزاء الطلبة لا تكون إلا أفعالا لازمة أفعال الباب الخامس وأخيرا الباب السادس ويكون الحرف الثاني من الفعل الثلاثي فيه مكسورا في الماضي والمضارع ويقال لهذا الباب أيضا باب حسب يحسب وأمثلة هذا الباب حسب يحسب ورع يرع وري يري وثق يثق ورم يرم ورث يرث ولي ولي يلي ومق يمق أي أحبه وفق يفق ملاحظة إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بواو ومكسور الحرف الثاني كان الفعل من الباب السادس مثل وثق يثق ولي يلي للفعل الثلاثي المجرد ستة أبواب فعل يفعل مثل كتب يكتب فعل يفعل مثل عف يعف فعل يفعل مثل نهض ينهض فعل يفعل مثل شهد يشهد فعل يفعل مثل فصح يفصح فعل فعل يفعل مثل حسب يحسب وهكذا أعزائي الطلبة فقد لحظتم أن حركة الحرف الثاني من الفعل الثلاثي المجرد في صيغته الماضية والمضارعة هي التي تحدد نسبة الفعل إلى بابه. فعليك أن تعتمد حركة الفعل جيدا لكي تتقن نسبة الأفعال إلى أبوابها بالشكل الصحيح. وحركات الأبواب تجدها ملخصة في البيت الشعري الآتي. فتح ضمن فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضمن كسرتان فتح ضمن يراد به الباب الأول فتح كسر يراد به الباب الثاني فتحتان للباب الثالث كسر فتح يراد به الباب الرابع ضم ضمن يراد به الباب الخامس كسرتان يراد به الباب السادس أما الفعل الرباعي فله باب واحد على وزن فعل طلبتي الأعزاء تعالوا نطبق ما تعلمناه من قواعد الأوزان على هذا التمرين هاتي مضارع كل فعل من الأفعال الآتية واذكر بابه ووزنه الفعل مضارعه بابه ووزنه هكذا نرتب الحل الفعل فخر يفخر بابه الثالث وزنه فعل يفعل الفعل صبه مضارعه يصبه بابه الأول وزنه فعل يفعل بقي مضارعه يبقى بابه الرابع وزنه فعل يفعل الفعل سهل مضارعه مضارعه يسهل بابه الخامس وزنه فعل يفعل مضارعه الفعل مضارعه مضارعه وزنه فعل يفعل مضارعه 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 بابه يهل بابه وزنه فعل يفعل الفعل دنى مضارعه يدن بابه الأول وزنه فعل يفعل أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط بهذا التمرن نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أحييكم وإلى لقاء في دروس مقبلة إن شاء الله